ثم بعد هذا دعا للطالب من العجب أن المؤلف هو الذي يدعو للطالب المفروض أن الطالب هو لا يدعو للمؤلف لكن هو يدعو لك دعا هنا في القواعد الأربع لك في موضعين في الأصول الثلاثة في ثلاثة مواضع عجيب هذا الرجل يعني الآن هو عندما يؤلف هذه أي هداية هداية ماذا دلالة ورشاد بيّن لك بماذا بالتأليف عندما دعا اشريد يدعو الله لك بهداية التوفيق كأنه يقول يا رب اعطي هذا القارئ هداية الدلالة ورشاد وهداية التوفيق إذن هذا معنى أن المؤلف رحمه الله تعالى يرغب بأن بأن يلحق القارئ والمتعلم كل خير هداية الدلالة ورشاد بالتأليف وهداية التوفيق بالدعاء وبعد هذا يقرأ بعض الناس ولا يعني تأتي كلمة على لسانه يقول رحمه الله اشتركوا في القناة